السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأثمينة المرتفعة جدا للرحالات من بعض الموانئ العالمية إلى الحسيمة والناظر وبعض الموانئ في المغرب ومنهم طنجة وسبتة يعني صديق دينا في صفحة دينا في فيسبوك اللي لدينا فيها أكثر من 30 ألف متابع علق على هذا الموضوع وعطانا بعض الأثمينة يعني من بعض الموانئ العالمية إلى المغرب يعني هاد الرحالات فقط الذهب الذهب فقط ما كانش الإياب يعني غجي وصفي هاد الرحالات لجوجد الركاب وطفل صغير وصيارة صغيرة نعم مطريل الحسيمة 427 أورو مطريل الحسيمة يعني 427 أورو الميريان ناظر نفس 827 أورو مطريل مليلية يعني 234 أورو الخسيرات سبتة 147 أورو الخسيرات سبتة 149 أورو إذن الأثمينة مرتفعة جدا مقارنة بالأعوام الماضية يمكن النصف نصف ديال هاد آآ يعني الثمن اللي كان في قبل عامين مثلا آآ يعني آآ مشكل كبير جدا بالنسبة للجارية المغربية المقيمة في الخارج آآ هاد شي اللي عندنا في هذا الفيديو بغينا نصلطوا الضوء على هاد آآ المشكل لأنه مشكل كبير و بزاف الناس ديال الجارية اللي كيتشكاوا منه و احنا كناظروا على اي مشكل كي يخص الجارية المغربية و الريفية المقيمة في الخارج هاد شي اللي عندنا في هذا الفيديو آآ كانت من لديكم نهارا سعيدا طال الله و فلاسكم السلام عليكم